شكرا لك حسام التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وكان الرئيس السيسي قد التقى في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأكد الرئيس السيسي أن زيارته للإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد ودعما لأوصر التعاون الثنائي مجددا عفوا انتضم النصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحدث الإرهابي الأخير الذي أصفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيضة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات مشيرا إلى التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1870 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية لازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي والمتعافين من الفيروس إلى 349 427 حالة هذا وأعلنت الصحة تسجيل 1910 حالات إيجابية جديدة ووفاة 29 حالة ناقش رئيس الوزراء الكندي جوستن تردو هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين التطورات على الجبهة الأوكرانية الروسية وأعرب المسؤولان عن مخاوفهم المشتركة بشأن التطورات الأخيرة في أوكرينيا وحولها كما جدد رئيس الوزراء الكندي على دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرينيا ووحدة أراضيها لافتا إلى أن بلاده ستوسع مهمتها التدريبية العسكرية في أوكرينيا أكد مستشار قادة روسيا وأوكرينيا وفرنسا وألمانيا المجتمعون في باريس أكدوا في بيان المشترك التزامهم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليها فيما سمي باتفاقات منسك وقال المستشارون في البيان إنهم يدعمون الالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النار بغض النظر عن الخلافات في قضايا أخرى تتصل بتنفيذ اتفاقات منسك ويأتي ذلك على خلفية توطر متصاعد بين روسيا والغرب استضعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية للهجوم على أوكرينيا أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في بحر اليابان قبالة سواحلها الشرقية هذا وقد ندد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بعمليات الإطلاق باعتبارها انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن وتهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي وفي توكيو قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيو كازو ماتسونو إن تطور الملحوظ الأخير الذي حققته بيونج يونج في مجال التكنولوجيا النووية والصاروخية لا يمكن تجاهله أعلن النائب الأول من جوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي شنها تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق سوريا وأكد ديمتري بوليانسكي أن موسكو طلبت عقد اجتماع منفصل من المتوقع أن يتم خلاله الاستماع إلى تقرير نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب بالمنظمة فلاديميرا فورانكوف وممثلين أخالين عن الأمانات العامة للأمم المتحدة حول آخر تطورات في شمال شرق سوريا ورياضيا تأهل المنتخب الوطني لقرة القدم إلى الدور الربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه المثير على منتخب كوديفوار بدربات الترقيح بنتيجة خمسة أربعة في المباراة التي جمعتهما على ملعب جابوما بمدينة دولة الكاميرونية في إطار منافسات دور الستة عشر للمسابقات القرية وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبية قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل الفرعنة وبت منتخب مصر بذلك سابع المتاهلين إلى الدور الربع النهائي والذي يلتقي فيه المنتخبة المغربية نهاية موجز التساعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر لكن بعد الفاصل فابقوا معنا